الخامسة صباحا ثانية بطاقة جرانتش موجزون اخبارياتكم نقايرة اهلا بكم اكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ان الدولة المصرية لا تستهدف انشاء بنية اساسية فحسب لكنها تريد ايضا ضمان استدامتها وكفاءتها واصيانتها على اعلى مستوى تبقى للمواصفات العالمية جاء ذلك على همش زيارة مدبولي لمحافظة الاسكندرية لتفقد عدد من المشروعات حيث اكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي ان مشروع الاستراتيجية المتكاملة لادارة مياه الامطار بالاسكندرية يأتي في اطار توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول جذرية تصهم بشكل كبير في الحد من الاثار الناجمة عن الزيادة الكبيرة في كميات مياه الامطار قام الفريق اول محمد دزاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي باجراء اتصال هاتفي بوزير الدفاع الاسرائيلي اف جالانت اقل المتحدث العسكري ان الاتصال تناول بحث ملابسات حادث امس وتقديم واجب العزاء في الضحايا من الجانبين والتنصيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا اعلن دياء رشوان المنصق العام للحوار الوطني انه نتيجة لظروف المناخية خلال اليومين السابقين فان مقر نعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر وهو عبارة عن هياكل خشبية وبلاستيكية مؤقتة قد تعرض لاضرار كبيرة مما اثر على كفاءته وامدادات الكهرباء والتكييف به واضف انه يجري اصلاح كل هذا لتهيئة المكان لنعقاد الجلسات الا ان الامر يحتاج الى يومين اخرين لاعادة المقر لكفاءته الطبعية اضح المنصق العام للحوار الوطني ان تلك الظروف التي احاطت بمقر نعقاد جلسات الحوار سيترتب عليها عدم انعقاد جلسات المحور السياسي اليوم الاحد الرابع من يونيو على ان تعقد نفس الجلسات يوم الاحد الموافقة الحادي عشر من يونيو كما تقرر انعقاد جلسات المحورين الاقتصادي والمجتمعية في موعدها المعلنة يومي الثلاثة والخميس القدمين السادس والثامن من يونيو اعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر توفير عشرة اطنان من الامدادات لاحتياجات الطبية لسودان وفي بيان صادر عن المنظمة اوضح ان الامدادات وصلت الى مطار اسوان بمصر في اطار الاستجابة للاحتياجات الصحية للنازحين السودانيين بمصر واشار البيان الى ان الامدادات تشمل ادوية اساسية مستلزمات طبية وادوية سوء التغذية الحاد للاطفال بالاضافة الى اختبارات التشخيص السريعة للامراض المعدية وعلاجها والمعدات الوقائية الشخصية للعاملين الصحيين وثمنت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيم القصير تضمن مصر حكومة وشعبة مع الازمة في السودان دعا وزير الدفاع الصيني لي شانجبو الى احترام سيادة بكين على بحر الصين الجنوي مشددا على ضرورة عدم تجاهل التحديات الامنية في منطقة اسيا والمحيط الهادي واكد وزير الدفاع الصيني ان بلاده تأخذ على محمل الجد الشواغل الامنية المشروعة للدول الاخرى وبشأن ازمة اوكرانيا اوضح المسؤول الصيني ان موقف بكين من الازمة محايد وموضوعية وصلنا الى ختام الموجز ولمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال الكيو ار كود الظاهر على الشاشة امام حضراتكم شكرا لكم على طيب المتابعة ولكم مني اتحية ايات عبداللطيف اشتركوا في القناة